وها قد وصلنا لمسك الختام اخر درس في الترمي الثاني لطلبة اولى سنوي اتمنى لكم كلكم درجات كويسة جدا ويا رب كلكم تأفلوا المادة النهاردة ان شاء الله معنا درس تابع مملكة الحيوان معنا اخر شعبة وهي شعبة الحبليات والكائنات اللي هندرسها النهاردة هي ارقى الكائنات اللي بتكون موجودة في المملكة الحيوانية يعني شعبة الحبليات هي اللي بيكون فيها ارقى حيوانات المملكة الحيوانية والأطفال أو الأجنة يعني الأطفال الصغيرين اللي في شعبة الحبليات بتتميز بأنها عندها تركيب هيكلي موجود نحية الظهر اسمه الحبل الظهري وممكن يكون موجود طول حياة الحيوان ده أو ممكن يتحول بعد كده للعمود الفقري في معظم الحبليات شعبة الحبليات بتتصنف لعدة شعايبات طبعا احنا عارفين من بداية التصنيف أن الشعبة اللي تحتها بيكون تحت الشعبة بنقول عليه شعايبة فبقى كده شعبة الحبليات اللي تحتها بنقول عليه اسم شعايبات وطبعا أهم شعايبة فيهم هي شعايبة الفقريات في شعايبة الفقريات الحبل الظهري اللي قلنا عليه بيكون موجود في الظهر بتاع الجنين ده بيظهر في المرحلة الجنينية ولكن مع النمو الجنين بيتم استبدال الحبل الظهري ده بالعمود الفقري واللي بيكون محيد بالحبل الشوكي وطبعا الحبل الشوكي ده عضو مهم في جسم الإنسان وبالتالي بيحتاج ان هو يتم يحطه بدسيق عضمي كوي زي مين زي العمود الفقري أهم ما يميز الفقريات هو ان بيكون عندها هيكل داخلي والعيكل ده بيتكون من العمود الفقري والجنجمة طبعا اللي بيكون جواه المخ والأحزمة والأطراف الأطراف اللي هو الطرف العلوي اللي بيتمثل في الإيدين اليمين والشمال وبرضو الرجلين الرجل اليمين والرجل الشمال وطبعا الحزمة هي اللي تربط الأطراف في العمود الفقري سواء كان الطرف العلوي أو الطرف السوفي وبرضو الفقرات بيكون عندها جهاز دوري والجهاز دوري ده بيتكون من قلب عديد الحجرات والحجرات ده اللي هو اللوزين الأيمن والبطين الأيمن واللوزين الأيصر والبطين الأيصر وكمان الجهاز الدوري بيتكون من نوعية دموية بتكون مع بعضها حاجة اسمها دورة دموية والدورة الدموية دي بتكون مغلقة واهميتها طبعا ان هي بتغذي كميع اعضاء الجسم بالاكسجين والمواد الغذائية نجيب على كده للفقريات والاتزان الحراري الفقريات اللي عندنا بتنقسم الى نوعين فقريات بتكون زواد دم حار يعني اللي بتحكم في درجة حرارتها بيكون داخليا فبنقول عليها داخلية الحرارة وحيوانات تانية بنقول عليها زواد الدم البارد واللي بتحكم في درجة حرارتها بيكون الوسط الخارجي فبنقول عليها زاد حرارة خارجية الحيوانات زواد الدم الحار زي الطيور والسديات واللي بيميز الطيور والسديات هو ان درجة حرارتها مش بتتغير تغير كبير مع تغير درجة حرارة الوسط المحيط والحيوانات دي بتستخدم الطاقة اللي بتستمدها طبعا من الغذاء علشان تحافظ على درجة حرارة اجسامها سبتة علشان كده بنقول عليها داخلية الحرارة إنما الحيوانات زوات الدم البالد زي الأسماك والبرمائيات والزواحف هي الحيوانات دي مش بتقدر أن هي تنظم درجة حرارة أجسامها ولكن بتتغير تبقى للبيئة المحيطة بيها من الخارج علشان كده بنقول عليها خارجية الحرارة شعابة الفقريات بعد كده بتتصنف لعدة طواف نبدأ بحول طائفة معانا وهي طائفة الأسماك اللافكية ومن أسماك يعني أسماك ما عندهاش فك ومن أمثلة الأسماك اللافكية عندنا أسماك أسماك اللامبري وأسماك اللامبري طبعا من الفقريات فبيكون عندها عيكل داخلي بس العيكل الداخلي بتاعها بيكون غضروفي يعني عبارة عن غضروف والغضروف ده معروف بإنه عبارة عن نسيج ضم ولكن بيكون أقل صلابة من العطم نفسه كنا أخذين طبعا في التنمي الأولين الفرع ما بين الغضروف والعظام فالغضروف هو عبارة عن نسيق ضم ولكنه أقل صلابة من 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 العظام بالنسبة لجسم الأسماك اللافكية هو جسمها بيكون استواني ورفيع وبيكون شبه صعبان السمك وفماها بيكون دائري شبه الأمع ومزود برسان خشل وأسنان عديدة يعني فيها أسنان كتيرة وما بيكونش عندها فك عشان كده بنقول عليها الأسماك اللافكية وبالنسبة للزعانف فعندنا الأسماك اللافكية ما عندهاش زعانف زوجية وطبعا بالنسبة لطريق تغذيتها هي بتتغذى بالتطفل بتكون متطفلة عن طريق أن هي بتلتصج بالأسماك الكبيرة عن طريق فماها وبتثبت نفسها بالأسنان وبتقعد تنهش في لحم الأسماك بالسانها الخشن اللي بيكون شبه المبرض طبعا هي بتنهش في اللحم ده علشان كطر هي ما عندهاش فك تقدر أن هي تمضغ بي وبالتالي بتلجأ لطريق النهش فهي من حيث طريق تغذيتها فهي بتكون متطفلة الطائفة اللي بعد كده هي طائفة الأسماك الغضروفية وبيكون معانا الطائفة اللي بعدها هي طائفة الأسماك العظمية وهنجيبها في طريق المقرمة ما بينهم الأسماك الغضروفية من إسماء العيكل بتاعها بيكون غضروفي زي عندنا سمكة القرش وسمكة الراي والأسماك العظمية طبعا من إسماء العيكل الداخلي بتاعها بيكون عظمي زي سمك البلتي وسمك البوري سمك القرش بنشوفه في المية الملحة بس وسمك الراي برضو نفس الفكرة بنشوفه في المية الملحة بس يعني بيغيش في مية البحار إنما السمك البلطي وسمك البوري بنقدر بنحنا نشوفه في المية الملحة والمية العزبة علشان كده بيقدر يعيش في البحار والمحيطات ومية التارع اللي احنا بنشوفها الأسماك الغضروفية جسمها بيكون متغطي بكشور شبه الأسنان إنما الأسماك العزمية جسمها بيكون متغطي بكشور عزمية الفم في الأسماك الغضروفية بيكون ناحية البطن فبنقول عليه فم بطني وبيكون طبعا مزود بفكين وبيكون عنده عدة صفوف من الأسنان بتساعتها على الافتراس إنما الفم في الأسماك العظمية زي سمك البولت والبوري بيكون في مقدمة الفم ودي حاجة بتميز لنا الأسماك العظمية على الأسماك الغضروفية زي برضو الهيكل الداخلي بالنسبة للزعانف الزعانف في الأسماك الغضروفية بتكون زوجية فقط يعني بيكون عنده زعانف زوجية واحد في الناحية اليمين يبقى أصاد واحد في الناحية الشمال إنما الأسماك العظمية الزعانف ممكن يكون فيه زوجية وممكن يكون فيه فردية يعني ممكن للاه واحد في الناحية اليمين ومعندوش واحد في الناحية الشمال وهكذا نيجي بعد كده للفتحات الخيشومية والمسانة الهوائية بص بالنسبة للخيشين طبعا دي أسماك سواء كانت الغضروفية أو العظمية بتعيش في المية إذا بتتنفس عن طريق الخيشيم والخيشيم دي بيكون لها فتحة فالفتحات الخيشومية ممكن تكون مغطاة فبنقول عليها عندها غطاء خيشومي وممكن تكون غير مغطاة فبنقول ما عندهاش غطاء خيشومي المهم علشان نحفظها الأسماك الغضروفية عند الفتحات الخيشومية نعمل علامة X والمسانة الهوائية برضو علامة X يعني كده سمكة القرش وسمكة الراي ما عندهاش غطاء خيشومي وما عندهاش مسانة هوائية على عكس طبعا الأسماك العزمية نعمل عليهم صاحب بالنسبة للاتنين عندهم غطاء خيشومي وعندهم مسانة هوائية وطبعا المسانة الهوائية دي عبارة عن كيس كده بيكون جواه هوا بيساعتها على العوم فطبعا احنا بنستنتج او بنحفظ المعلومة دي ازاي ان الاسماك الغضروفية هيكلها غضروفي والاسماك العظمية هيكلها عظمي مين الاتل؟ الاتل طبعا هو العظم طيب مين اللي يحتاج الاكياس الهوائية او المسانة الهوائية علشان تساعتها على العوم؟ طبعا الاتل اللي هو الاسماك Access therapies عظمية زي البولتي والبوري. بالنسبة للأجناص الأجناص بتكون منفصلة في الأسماك السافت أو بتكون منفصلة في الأسماك السافت. الأجناص المفصل يعني الذي يح injuries one of these and one of them one will have 21 sos content, يعني بفيش حي اسمها خنثة. الاتنين بيختلفوا عن بعض في التلقيع فعندنا سامكة القرش والرش اللي هي الاسماكس وسادة. التلقيح بتاعها بيكون داخله يعني الزقر بيتعين عليه ادخال الحيوانات المانوية الا داخل الانسة. فعملول على التوقيح ده توقيح داخلي انما الاسماك العظمية التوقيح بتاعها بيكون توقيح خارجي الطائفة اللي معانا بعد كده هي طائفة البرمائيات البرمائيات زي الضفدع والسلمندر واهم ما يواز البرمائيات هي انها طبعا من زوات الدم البارد يعني حرارتها بتكون خارجية جسم البرمائيات بيكون مغطى بجلد راتب غدي والاطراف بتاعتها بتكون 4 في 5 يعني 4 في 5 يعني بيكون عندها 4 اطراف وكل طراب بيكون في 5 اصابع البرمائيات ما اسماش برمائيات علشان خطر بتقدر تعيش في المية واليابسة في نفس الوقت ولكن اسمها برمائيات لانها بتمر بمرحلتين اول مرحلة اسمها الاطوار الجنينية يعني الجنين الصغير الجنين الصغير بيعيش في المية وبالتالي بيتنفس عن طريق الخياشيم ولما بيكبر بيدخل على الاطوار اللي بعد كده واللي اسمها الاطوار اليافعة او الاطوار البلغة والاطوار البالغة في البرمائيات بتعيش على اليابسة علشان كده بتتنفس الهوى الجوي عن طريق الرئات او الجلد وبالنسبة للاجناس طبعا الاجناس المنفصلة والطلقيح بتاعها بيكون طلقيح خارجي علشان الناس بتحط البيت في المية وطبعا قلنا من امثلة البرمائيات هو الضفضع والسلمنتر نجد الطائفة اللي بعد كده وهي طائفة الزواحف الزواحف زي التمساح والسلحفة والسحلية والحرباية والبرص والتعبان وكذا وطبعا الزواحف من زوات الدم البالد يعني خارجية الحرارة جسمها بيتقسم لاربع مناطق الراس والعلق والجزع والديل والزواحف جسمها بيكون متغطي بجلد جاف على عكس طبعا البرمائيات والجلد ده بيكون عليه حراشيف قرانية سميكة طبعا بيكون فيه برضو صفائح قرانية في بعض الأحيان بالنسبة للأطراف برضو أربعة في خمسة يعني أربع أطراف في خمس صوابع وكل صوابع بينتهي بمخلب قراني وفي بعض الزواحف ما بيكونش عندها أطراف خالص فتتحرك بالزحف زي طبعا السعباء بالنسبة للتنفس التنفس بيكون عن طريق الرئتين بيتنفسه الهواء الجوي والأجناس طبعا منفصلة والتوكيح في الزواحف بيكون داخلي على عكس البرمائيات اللي التوكيح فيها بيكون خارجي والأناس بتضع بيض بيكون عليه عشرة كلسية أو جلدية كلسية يعني بيكون شبه العظم كده بيكون عليه كلسم أو ممكن يكون جلدية طبعا عارفين الجلد وطبعا نقولنا من أمثالتهم التمساح والسحلية والحرباية والسلحفة والبرس والتعباء الطائفة اللي بعد كده وهي طائفة الطيور وطائفة الطيور ما فيهاش أي كلام جديد هي حيوانات من زوات الدم الحار الجسم بتاعها طبعا طيور يبقى أكيد الجسم بتاعها بيكون مضطي بالريش والأطراف بيكون لها أربع أطراف الطرفين الأدام اللي هم الجناحين طبعا فبنقول عليهم متحورين إلى الجناحين وطبعا الجناحين علشان يساعدوهم على الطيران والطرفين الخلفيين كل منهم بينتهي بأربع أصابع يبقى اللي بيميز الطيور هو أن الطرفين الخلفين عندها بيكون في أربع أصابع وبتكون متزودة بمخالب كرنية المخالب دي بتساعتها على الحرقة على الأرض زي مثلا الدجاجة أو ممكن تساعتها على التسلق زي العصفور أو ممكن تساعتها على العوم زي مثلا البط أو ممكن تساعتها على الاشتراس زي السائر والحداية وأكذا وطبعا الطيور بتتنفس عن طريق الرئتين والجنس بيكون طبعا منفصل والتلقيح بيكون داخلي والطيور بتتميز بان بيكون عندها حاجة اسمها الملأمة الوظفية للطيران او بنقول عليها ملأمة التركيب الداخلي للطيور عشان تقدر تقوم بعملية الطيران بنلاحظ ان عظام الطيور بيكون مجوف يعني بيكون فاض من الداخل عشان يخلي العظام حجمها خفيف وده بيساعد على الطيران برضو الطيور بيكون عندها حاجة اسمها عظمة القص اللي بتكون موجودة في مقدمة الصدر العظمة دي بتكون عريضة علشان تسبت العضلات الصدرية القوية علشان تتحرك الاجنحة اسماء الطيران وبرضو اجسامها بتحتوي على اكياس هوائية بتعمل كمخازن لكميات اضافية من الهواء وطبعا الاكياس الهوائية دي بتساعد على الطيران وطبعا من امثلة الطيور عندنا العصفور والحمام والصقر والبط والدجاج والنعام والنصر وغيره نجي بعد كده لاخر طائفة معانا وهي طائفة الساديات وطبعا احنا قلنا ان الساديات من زوات الدم الحار يعني داخلية الحرارة والجسر بتاعة بيتكون من اربع مناطق الراس والعنق اللي هي الرعبة والصدر والبط وطبعا كل الساديات الجلد بتاعها بيكون متغطي بالشعر والاطراف برضو بتكون اربعة في خمسة يعني اربع اطراف في خمس صوابع وممكن تكون مزوادة بمخالب او ممكن تكون متزودة باضافر او ممكن تكون متزودة بحوافر او اخفاف زي الجمل وطبعا التنفس بتاع الساديات بيكون عن طريق الرئات والاسلام بتكون متبينة فبيكون عندنا قواطع او انياب او دروس والاجنس طبعا بتكون منفصلة او وحيدة الجنس والتركيح بيكون داخلي كل الكلام ده مفروش اي معلومات اضافية بلكن بعد كده طائفة الساديات بتنقسم الى 3 طوايفات اللي هو تحت الطائفة اول طوايفة اسمها طوايفة الساديات الاولية والتاني طوايفة اسمها طوايفة الساديات الكيسية والطوايفة التالتة ويسمها طوايفة الساديات الحقيقية او المشيمية بالنسبة للساديات الاولية هنا بقى لاحظ الدنيا غريبة شوية بمعنى انه لايه حيوان مش بيولد ولكنه بيضع بيد ومع ذلك بيرضع صغاره لانه طبعا من السادياته بالتاني لازم يرضع الصغار فلما اجا اقول لك مثلا كائن من الساديات يعني بيكون عنده غودة ساديات ولا يستطيع ان يلد هتقول لي ان هو بينتمي الى طوايفة الساديات الاولية طبعا من امثلته عندنا كائن اسمه خلد الماء او مقار البط وكائن تاني اسمه كونفود النمل او بيقول عليه اسم اكل النمل الشوكي ودي طبعا من طوايفة الساديات الاولية يعني ما بيقدروش ان هم يولدوا ولكنهم بيبيدوا في نفس الوقت بيكون عندهم غودة ساديات علشان تردع صغارها وبيكون لها فتحة مجمعة بيخرج منها البول والبراز والبيت الطوايفة التانية هي طوايفة الساديات الكيسية ومن اسمها يعني بيكون عندها كيس بتولد فيها صغارها زي عندنا الكونغر او الكنجارو الصغار بتاعة الكونغر او الكنجارو بتكون غير مكتملة النمو او غير مكتملة التكوين وبالتالي بيتم وضعها داخل الكيس علشان يردعها من خلال ازداء موجودة داخل الكيس وبيحافظ على الصغار لحد ما يكتمل نموه وهنا بيلاحظ ان الكونغر او الكنجارو ومن هنا بيلاحظ ان الكونغر او الكنجارو بيكون عنده حاجة اسمها الحضانة والحضانة دي بتكون مكان بيتحط فيه الاطفال اللي بتكون مولودة غير مكتملة النمو. نجي بعد كده للتوافة الثالثة وهي توافة الساديات الحقيقية او المشيمية. ودي طبعا طالما مشيمية يعني بتولد صغارها بتكون مكتملة النمو وبترضى على الوم صغارها لبنا من ازداءها وطبعا كلها بتكون ساديات مشيمية. وبتشمل الساديات الحقيقية العديد من الحيوانات. وبيكون على رأسها طبعا الانسان. وبيتم تقسيم التوافة دي الى عدة رتب. وهم احداشر معانة اول رتبة هي رتبة عديمة الاسنان. رتبة عديمة الاسنان زي المدرع والكسلان. ومن اسمها ما بيكونش عندها اسنان. بس بيكون لها مخالب قوية ملتوية. الرتبة التانية هي رتبة اكلات الحشرات. زي الكونفود اللي بيأكل الحشرات. وطبعا بيتغزع الحشرات وبتمتد اسنانه الامامية في الفكين على شكل ملقاط علشان يقدر ان هو يلطقت الفريسة. الرتبة بعد كده هي رتبة اكلات اللحوم. زي طبعا الاسد والنمر والديب والتعلب والكلب والقط وسبع البحر. وبيكون لها انياب طويلة ودبابة والدروس الامامية بتكون حدة والخلفية بتكون عريضة علشان تطحن الاكل. وبيكون لها مخالب قوية حدة وملتوية. الرتبة اللي بعد كده هي رتبة الحيوانات الحافرية فردية الاصابع. وكمان رتبة الحيوانات الحافرية زوجية الاصابع. والاتنين بيتميزوا بانهم اكلات العجب. يعني الاتنين بياكلوا العجب. ولكن الفرق ما بينهم هو ان الحافرية فردية الاصابع بيكون عندها عدد فردي يعني واحد او تلاتة من الاصابع. وبيكون عندها حافر قرني. واسنانها بتكون كبيرة في الحجم. علشان تقدر ان هي تطحن الطعام. طبعا زي الخرتيت والخيل والحمير وكمان الحمير الوحشية. كل دي حيوانات حافرية فردية الاصابع. انما الحيوانات الحافرية زوجية الاصابع برضو بتكون اكلات العجب بس عندها عدد زوجي من الاصابع. وبيغلف كل صوع منها حافر قرني. زي طبعا الاغنام والماعز والزرافة والغزلان والابل. نجي بعد كده رتبة الحوتية ونسمع زي الحوت وكمان معنا الدولفين. وطبعا دي حيوانات مائية ضخمة بتغيش في البحار والمحيطات. الطرفين اللي قدام بيتحوروا الى مجديف علشان يساعدوها على العوم. والطرفين الخلفيين بيتلاشوا. يعني ما عندهمش اطراف خلفية. ومروحة الزيل بتكون على شكل افقي ودي حاجة بتمييزه عن القرش. وبيتنفس الهواء الجوي بالرأتين على عكس طبعا الكائنات البحرية اللي بتتنفس عن طريق الخياشية. والاجناس طبعا بتكون منفصلة. والاناس بتلد وترضح صفرها علشان خاطر هم من السدييات. وبرضو بالنسبة للفم. الفم بيكون موجود في مقدمة الرأس. الردبة اللي بعد كده هي ردبة الكوارد. والردبة اللي بعدها هي ردبة الارنبيات. اللي اتنين بيكون في ما بينهم صفات مشتركة. وبرضو بيكون في ما بينهم صفات مختلفة. ردبة الكوارد زي الفار والياربوع والجرزان والسنجاب. انما الارنبيات من اسمع زي الارنب. بالنسبة للقوارد الفك العلوي بيكون في زوج من القواطع. والفك السفلي برضو بيكون في زوج واحد من القواطع. لكن في الارنبيات الفك العلوي بيكون في زوجين من القواطع. والسفلي بيكون في زوج واحد من القواطع. بالنسبة للقوارد الديل بيكون طويل من شكلها والازن بتكون صغيرة. لكن الارنب بيكون الديل قصير والازن طويلة. بعد كده نيجي لردبة الخفاشيات زي طبعا الخفاش الخفاش ده من السديات اللي بتقدر انهي الطير لان اطرافه الامامية متحورة لاجنحة ودي حاجة بتخليها تشابه مع الطيور بس الفرق هنا هو انه بيحتوي على خمس اصابع على عكس الطيور اللي بتحتوي على اربع اصابع فقط وطبعا من اهم خصائص الخفاش هو انه اساسا بينشط اسناء الليل بعد كده ردبة الحيوانات الخرطومية من اسمها طبعا هيجي في دماغنا الفيل الفيل بيكون عنده خرطوم عضل طويل والسنتين اللي بيكونوا فوق بيكونوا حاجة اسمها ناب الفيل ونيجي بعد كده لاخر ردبة وهي ردبة الرأسيات ودي طبعا بتكون ارقى السديات زي عندنا القرد والليمور والغوريلا والشمبنزي والنسناس واللي على رأسهم خالص هو الانسان الرأسيات بيكون عندها زوجين من الاطراف خمسية الاصابع والابهام في الطرف العلوي بيكون بعيد عن باقي الاصابع علشان يقدروا انهم يمسكوا اي حاجة بيديهم والمخ بيكون كبير والجاز العصبي بيكون متطور في الانواع الراقية طبعا زي الانسان وبكده نبقى خلصنا منعج اولى سنوي لو عجبكم الفيديو وتنسيش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة 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 ترجمة نانسي قنقر